لو انت متلخبط بين علاقات الدوال المسلسية ومش قادر تستذكرها فيه طريقة اسمها طريقة السداسي السداسي ده ليسي طرقوس بنحط عليه ستة الدوال وبنقدر بكل بساطة نعرف علاقة كل ده اللي بالتانية ايه طريقة سهلة وبسيطة تعال فهمها لك ده سداسي ودي الاقطار بنكتف في نقطة تقاطع الاقطار واحد هنرجع له دلوقت هنشوف فيديته ايه وبنكتب هنا زا واسم الزاوية وليكن سيتا وهنا جا سيتا وهنا جاتا سيتا وكل واحد من دول اصاده مقلوبه يعني الزا يبقى اصادها في نهاية قطرها زا تا سيتا والجا في نهايتها قطة سيتا لان واحدة فهته تيجي مع واحدة ما فيهاش ته جاتا سيتا اصادها قا سيتا لو لاحظنا هنلاقي ان الطرف الايمن السداسي كل الرموز ما فيهاش ته والطرف الايصر كلها فيه ته ازاي تطلع العلاقات في الاسم اول حاجة لو انت عاوز الزاق اقسم اللي بعدها امشي عكس عقرب الساعة واقسم اللي بعدها على بعضه حتى لو كنت عايز الجاة اقسم اللي بعدها على بعضه عايز الجتة اقسم اللي بعدها وهكذا تعالوا نتأكد هو الزاق بتساوي جاة على جتة كلام مطبوط هو الجاة بتساوي جتة على زتة نتأكد الزتة كانت عبارة عن جتة على جاة وبنشيل على ونحط فيه ونقل باللي بعدها يبقى جاة على جتة دور رحوا مع بعض الكلام متحقق فعلا فرضا ان انا عاوي الزطة هل الزطة بتساوي قطة سيتا على قا سيتا قلنا له القطة دي واحد على جا فيه نشل على ونحط فيه قا كانت واحد على جا يبقى هنا جا سيتا يبقى الجا عالجا دي زطة سيتا يبقى انا دلوقت اول حاجة لو اسمت كل نسبة على اللي بعدها تديني اللي قبلهم عايز زا يقسم جا على جا عايز جا يقسم جا على زطة عايز جا اقسم زطة على قطة عايز زطة اقسم قطة على قا عايز قطة اقسم قا على زطة تاني نوع من العلاقات نقدر نجيبه لو خدنا اي ثلاث قيم وربعات اي ثلاثة وضربنا الاولى في الثالثة الدين التانية يعني لو قلنا زا سيتا في جا سيتا دي على طول بجا سيتا يعني لو خدنا القيم جا زطا قطة ضربنا جاتا سيتا في قتا سيتا دي تديني زاتا سيتا وهكذا لو جينا على الأقطار وابتدينا من عند الواحد وأسمنا الواحد على طرف من أطراف القطر يديني الطرف الثاني يعني لو قلنا واحد على جا سيتا دي هتساوي قتا سيتا بالمثل في كله واحد على زا سيتا دي هتساوي زاتا سيتا واحد على قا سيتا دي هتساوي جاتا سيتا ولو كنا مشينا بالعكس نفس الكلام يعني لو قلنا واحد على قطة سيتا دي كانت هتديني جا سيتا واحد على زا تا سيتا دي كانت هتديني زا سيتا لو كنا جينا ظللنا ثلاث مسلسات قعدتهم موازية للقعدة اللي فيها جا سيتا وجا تا سيتا الثلاث مسلسات دون هنلاحظ ان مجموع مربعات القعدة بيساوي الرأس اللي هو واحد يعني لو قلنا جا تربيع سيتا زا جا تا تربيع سيتا بتساوي واحد متفقين ان القواعد بتوازي الخط دا يعني زا تربيع سيتا 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 بالمثل هنا برضو زا تربيع سيتا زا تربيع سيتا اخر معلومة معنا خاصة برضو بالخط دا هناخد كل الخطوط اللي بتوزيه ودايتها بتساوي متممة نهايتها مش فاهم يعني جا سيتا هتساوي جا تسعين نائس سيتا بالمثل هنا ازا سيتا هتساوي زا تسعين نائس سيتا وقا سيتا هتساوي قطا تسعين نائس سيتا والعكس صحيح يعني لو كنا جينا قلنا جا تسيتا كانت هتساوي جا تسعين نائس سيتا بالمثل لو كنا قلنا زا تسيتا كانت هتساوي زا تسعين نائس سيتا وهكذا قطا سيتا كانت هتساوي قطا تسعين نائس سيتا اشتركوا في القناة